موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مرحبا بكم أيها الإخوة والأحباب في هذه الحلقة الأخيرة من برنامجكم في أروقة رمضان في هذا البرنامج في هذه الأيام تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة انتقلنا مع ابن خلدون من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق وسفاراته في الأندلس وفي المغرب وفي مصر وفي الشام طفنا مع المقريزي في أخطاط القاهرة وأنحائها وعمرانها ومساجدها صاحبنا ابن ماجة الإمام الكبير المشهور في رحلاته لطلب الحديث استمتعنا في بغداد مع خطيبها الأشهر وجلسنا تحت أقدامه أبا الفرج بن الجوزي وجلسنا نقرأ المقدمة الخالدة من صاحبها ابن خلدون خضنا غمار المعارك الجليلة الخالدة مع نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في فتح مكة التي كانت في شهر رمضان مع عمر بن العاص وهو يفتح الإسكندرية عاصمة مصر مع المثنى بن حريفة الشيباني وهو يقسم المجوسة في البويب معركة البويب الطاحنة ومع طارق بن زياد وهو يفتح الأندلس ويخط فصلا جديدا في تاريخ البشرية ومع الخليفة العباسي المعتصم بالله وهو يثأر وينهض لإنقاذ مرأة وإنقاذ بلد ففتح عمورية ومع الملك العادل الشهيد نور الدين محمود زنكي وهو يفتح حارم ويأسر الملوك الثلاثة ومع الناصر بن قلوون الذي انتصر على التتار في معركة شقحب ومع سليمان القانوني وهو يفتح بالجراد اطلعنا على لحظات العزة المهيبة مع المنصور بن أبي عامر في الأندلس مع عثمان بن أرطغرل في الأندول رأينا انقلاب الأحوال في الشام مع أميرها وشاعرها وسمة بن منقذ مثلما رأينا تقلب الأحوال بالأزهر الشريف في القائرة عشنا اللحظات القاسية مع استشهاد علي رضي الله عنه إذ ضربه أشقى الناس عبد الرحمن بن ملجم في مسجد الكوفة وشاهدنا الفتنة العباسية التي كانت بقيادة إبراهيم بن المهدي في بغداد في زمن المأمون شهدنا اغتيال الوزير السلجوق الكبير نظام الملك وتلقينا صدمة الهجمة المغولية الوحشية على بغداد ودمشق ورأينا الصهينة يصدرون في رمضان قرار اتخاذهم القدس عاصمة لإسرائيل بقي الآن أن نودع شهر رمضان وهذا الوداع من اللحظات التي يحتاج المرء فيها أن يتوقف ملياً وأن يتأمل طويلاً طويلاً مع هذه النعمة التي كانت التي كنا فيها والتي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا وهذا الوداع في الحقيقة اخترت أن لا يكون حديثاً عن شخصية بعينها أو عن حدث بعينه بل هو وداع نتذكر فيه هذه النعمة التي كنا فيها النعمة التي لا نشعر بها ولا نعرف آثارها هذه النعمة أقصد نعمة شهر رمضان يراها غيرنا علينا مثلما لا نراها نحن بأنفسنا تعرفون كما يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه سوى المرضى وكما أن صاحب المال لا يشعر بالنعمة التي هو فيها كما يشعر بها الفقير الذي يتطلع إليه وينظر إليه وكما أن صاحب الشباب لا يشعر بالنعمة التي هو فيها كما يراه صاحب الكهالة صاحب الكهولة والهرم ففي الحقيقة اخترت أن أحدثكم اليوم عن وجه من أوجه هذه النعمة وذلك من خلال أن نتعرض قليلاً لما كتبه المستشرقون غير المسلمين عن شهر رمضان في الواقع أحد أهم أسباب أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متمسكين بهذا الإسلام وكانوا يعرفون قيمته أنهم كانوا يعرفون ما كانوا عليه من الجاهلية فهم قد ذاقوا هذه الجاهلية وذاقوا من بعدها حلاوة الإسلام والإيمان فلذلك كانوا أشد الناس إيماناً به وتمسكاً به وبذلاً في سبيله وتضحية من أجله أما الذين نشأوا في الإسلام فهم لا يعرفون كيف كانت الجاهلية وعدم معرفتهم بالأحوال التي كانت عليها الجاهلية يضعف من تفاهمهم وتقديرهم لهذه النعمة التي هم فيها هذا في الواقع ما نراه في نفس الوقت عند غير المسلمين حين ينظرون إلى المجتمعات الإسلامية كثير من الكتابات التي كتبها غير المسلمين من المستشرقين والمؤرخين وحتى من السائحين والرحالة الذين جاءوا إلى بلادنا تدل بالفعل على أن كثيراً من الأمور التي نحياها ونعيشها لا نشعر نحن بحلاوتها ولا بقيمتها وهي الأمور التي يندهش لها الذين قدموا إلينا وطرأوا علينا فحتى أنك يعني عزيزي المشاهد إذا قلبت في كتب من أسلمه يعني افتح كتاباً من كتب الكتب التي تتناول لماذا أسلمه قصص إسلام المسلمين ستجد أموراً غريبة يعني الإسلام الذي يتهم بأنه يضطهد المرأة قد تجد كثيراً من النساء أسلموا لما رأوا المرأة في عالمنا العربي مع أن علمنا العربي والإسلامي ليس الآن في أحسن حالاته ومع أنه ليس مستمسكاً بالدين كما كان قبل ذلك ولكن مع ذلك ما تزال المرأة تحظى بالنوع من الرعاية والاهتمام والحرص وأنه ينفق عليها وأنها تصان وأنها يقتل المرأة نفسه من أجلها حفاظاً عليها ما تزال المرأة في عالمنا تعد مثالاً تتطلع إليه المرأة الغربية المعاصرة أو الصينية المعاصرة أو الهندية المعاصرة فهناك كثير من الأمور التي اعتدنا عليها ولا نشعر بعظمة أمتنا ولا عظمة ديننا فيها ولكن يراها غيرنا نعمة كبيرة فاليوم قررت أن أختار لكم بعض هذه الأقوال من المستشرقين والمؤرخين الغربيين من غير المسلمين الذين نظروا إلى هذا إلى شهر رمضان واستخرجوا منه ما قد لا يستخرجه منه بعض المسلمين أنفسهم فنبدأ مثلاً مع المستشرق والمؤرخ والمفكر والفيلسوف البريطاني المشهور توماس كارليل توماس كارليل هذا له أشهر كتبه بالنسبة لنا في عالمنا العربي هو كتابه الأبطال فكرة هذا الكتاب يقول عنها من تجم ريوت أن محاضرة الأبطال حين كتبها أو حين ألقاها توماس كارليل طبعاً هو ألقاها أولاً ثم جمعت في كتاب كانت هذه المحاضرة هي لحظة عطاف في تقبل الغربيين لصورة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو كتاب جميل وبالذات الفصل الذي تكلم فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم توماس كارليل في هذا الفصل الذي جعله لنبينا صلى الله عليه وسلم تحدث عن الصيام فالتقط منه أن هذا الصيام هو دليل على كذب ما يشاع عن أن الإسلام هو دين شهوات تعرفون أنه من أشهر الشبهات المنتشرة في العصور الوسطى الأوروبية وحتى الآن أن الإسلام هو دين شهوات والإسلام يسمح بتعدد الزوجات والإسلام كانت فيه جواري ونحو هذه الأمور وطبعاً هم حين ترجموا كتب مثل ألف ليلة وليلة تصوروا أن العالم الإسلامي كان يعيش بين الخمر والنساء فتومس كارليل يقول في مسألة شهر رمضان أنه دليل على أن هذا الدين ليس دينا سهلا وليس دينا شهوانيا وهذه الفكرة تكررت في عديد من الكتب تكررت عند رونالد فيكتور بودلي في كتابه الرسول حياة محمد وهو يقول إن دينه ليس دينا سهلا بل إن هناك كتاباً مثلاً كتبه أرشيبالد فورد الترحال في عالمنا العربي وهو نشر في سلسلة الرواد رواد رحلات المشرق التي تصدر في أبوظبي هذا الرجل خصص فصلاً يقول فيه أن هذا الدين دين لا يحتمل دين صعب جداً فنرجع إلى تومس كارليل وهو يقول أي دليل أشهر ببراءة الإسلام من الميل إلى الملاذ من شهر رمضان تلجم فيه الشهوات وتزجر النفس عن غاياتها وتقرع عن مآربها وهذا هو منتهى العقل والحزم فإن مباشرة للذات ليس بالمنكر وإنما المنكر هو أن تذل النفس لجبار الشهوات وتنقاد لحادي الأوطار والرغبات ولعل أمجد الخصال وأشرف المكارم هو أن يكون للمرء من نفسه على نفسه سلطان وأن يجعل من لذاته لا سلاسلة وأغلالاً تعيبه وتعتاص عليه إذا هم أن يصدعها بل حلياً وزخارفاً متى شاء فلا أهون عليه من خلعها ولا أسهل من نزعها وكذلك أمر رمضان سواء كان مقصوداً من محمد معيناً أو كان وحي الغريزة وإلهاماً فطرياً فهو والله نعم الأمر فاستدل توماس كارلايل بأن هذا الشهر هو شهر يتدرب فيه المرء على أن يتخلص من سلطان الشهوة ومن أغلال الرغبة وأن يستعيد لنفسه قوتها وأن يستعيد زمام أمره ويتحكم في نفسه نواصل معكم حديث المستشرقين عن شهر رمضان بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عدنا إليكم من جديد في هذه الحلقة الأخيرة التي نتذكر فيها نعمة الله علينا بشهر رمضان ولكن نتذكرها من خلال ما قاله المستشرقون والمؤرخون الغربيون عن شهر رمضان وعن فائدته وفضله وهو الأمر الذي قد لا يشعر به كثير من المسلمين لمعتادوا عليه من هيمنة الإسلام على حياتهم ذكرنا قبل الفاصل ما قاله توماس كارلايل المفكر البريطاني المشهور والآن نذهب إلى المفكر والمستشرق عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي المشهور جوستاف لوبون جوستاف لوبون له كتاب ممتاز اسمه حضارة العرب وهو من الكتب التي يصلح أن ينظر المرء فيها لكي يرى فضل الحضارة الإسلامية على العالمين فجوستاف لوبون يتكلم عن شهر رمضان طبعا هو الرجل طاف في العالم الإسلامي وكذلك طاف في الهند وهو الرجل فرنسي عاش في أوروبا وكان مقدرا في قومه فيستخرج من شهر رمضان أن تأثير الدين تأثير الإسلام تأثير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الناس هو أعظم من تأثير أي دين آخر يقول تأثير دين محمد في الناس أعظم من تأثير أي دين آخر ولا تزال العروق المختلفة التي اتخذت القرآن مرشدا العروق يعني الأعراق يقول ولا تزال العروق المختلفة التي اتخذت القرآن مرشدا لها تعمل بأحكامه كما كانت تفعل منذ ثلاثة عشر قرنا طبعا جوستاف لوبون كتب هذا الكتاب قبل مئة سنة فهو يتكلم عن ثلاثة عشر قرنا يواصل فيقول أجل قد تجد بين المسلمين عددا قليلا من الزنادقة والأخلياء ولكنك لن ترى من يجرأ منهم على انتهاك حرمة الإسلام في عدم الامتثال لتعاليمه الأساسية كالصلاة في المساجد وصوم رمضان الذي يراعي جميع المسلمين أحكامه بدقة مع ما في هذه الأحكام من صرامة لا تجد مثلها في صوم الأربعين الذي يقوم به بعض النصارى كما شاهدت ذلك في جميع الأقطار الإسلامية التي زرتها في آسيا وإفريقيا وعلى من يرغب في فهم حقيقة أمم الشرق التي يدرك الأوروبيون أمرها التي لم يدرك الأوروبيون أمرها إلا قليلا أن يتمثل سلطان الدين الكبير على نفوس أبنائها إذن فكان مشهد صيام المسلمين في رمضان والتزامهم بهذه الشعائر هو من المشاهد التي دلت على خلود هذا الإسلام وأنا أعيدكم إلى الحلقة الأولى التي تحدثنا فيها عن رمضان المورسكيين وكيف كان شهر رمضان هو أرسخ هذه الشعائر ثباتا في الشعب المسلم حتى بعد أن غلب عليهم النصارى وحتى بعد أن كان يظهرهم لأي شعيرة من الشعائر الإسلامية يترتب عليه التعذيب الشديد وربما يترتب عليه الموت القصد هنا ما التقطه بوستافلوبون من أن تأثير الدين الإسلامي تأثير دين محمد على النفوس هو أعظم من تأثير أي دين آخر وفي هذا دليل على أن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة وعلى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أنجح التجارب عبر التاريخ نذهب إلى مستشرق بريطاني آخر وهو توماس أرنولد توماس أرنولد كان مستشرقا بريطانيا يعني هو حجة في بابه معروف بكتابه الأشهر الدعوة إلى الإسلام عاش في الهند فترة كان يجيد سبع لغات أو أكثر وكتابه هذا أيضا من الكتب المهمة جدا في أن يعرف المسلم كيف انتشر الإسلام لأنه تتبع انتشار الإسلام في كافة أرجاء العالم وأثبت أن الإسلام لم ينتشر بالسيف لكن على كل حال ما يهمنا الآن هو ما قاله في شهر رمضان فسنرى أنه طبعا هو يتخذ خبرته من خلال المسلمين في الهند وإن كان زار بعض الديار الإسلامية الأخرى لكن سيركز أيضا على تصحيح هذه الكذبة التي انتشرت من أن دين المسلمين هو دين مغرق في الشهوات فيقول إن معارف الإسلام التي عرفها الناس على هذا النحو قد تجذب أحيانا فردا يدخل في الإسلام كان من الممكن أن ينصرف عنه لو أنه قدم إليه على صورة لا يرغب فيها باعتبارها هبة حرة ولا حاجة إلى القول بأن صيام شهر رمضان جزء من دليل ثابت يدحض النظرية القائلة بأن الإسلام نظام ديني يجذب الناس عن طريق مراودتهم في ملذاتهم الشخصية أحتاج أن أتوقف هنا لأعلق على هذه الفقرة التي فاتت تومس كارلايل يقول إنه رأى في الديار الإسلامية عبيدا يعني أسروا أسرهم المسلمون وفي عبوديتهم أسلموا وبعد ذلك أتيحت لهم فرصة أن يتحرروا ويرجعوا إلى قومهم فاختاروا أن يظلوا عبيدا في الديار الإسلامية وبين المسلمين على أن يرجعوا إلى قومهم فبعض الناس يقول بأن هذه الظاهرة يمكن أن تفسر بأن المجتمع الإسلامي هو مجتمع منحل أو مجتمع شهواني أو أنه وجد من الملاذ الدنيوية ما يصرفه عن العودة إلى مكانه فهو يقول إن شهر رمضان يثبت لكم أن هذه الفكرة ليست فكرة صحيحة نكمل مع تومس أرنود هو يستدل بما قاله كارلايل يقول قال كارلايل إن دينه ليس بالدين السهل فإنه بما فيه من صوم قاس وطهارة وصيغ معقدة صارمة وصلوات خمس كل يوم وإمساك عن شرب الخمر لم يفلح في أن يكون دينا سهلا هنا انتهى كلام كارلايل يواصل تومس أرنود فيقول ولكن هؤلاء المسلمين يعنون بتلك الفرائض وغيرها من الشعائر الدينية ولكن من غير أن يثقلوا بها كواهلهم أو تجعلهم مغمورين في الحياة نجد أركان العقيدة الإسلامية تلقى دون انقطاع تلقى دون انقطاع تعبيرا ظاهرا في حياة المؤمن ومن ثم نجدها بعد أن أصبحت متشابكة مع نظام الحياة اليومية تشابكا لا سبيل إلى الفكاك منه تجعل المسلم الفرد إماما ومعلما لعقيدته أكثر إلى حد بعيد مما هي الحال مع أنصار معظم الديانات الأخرى فهنا يرى تومس أرنود هذا التميز الذي جعله الإسلام في أتباعه نذهب إلى مستشرق آخر وهو جاك ريسلر وهو مستشرق فرنسي كتب كتابا بعنوان الحضارة العربية ونال عليه جائزة من الأكاديمية الفرنسية وهو أيضا كتاب لطيف في معرفة الحضارة العربية يقول جاك ريسلر يستخلص يعني من شهر رمضان أثر هذا الشهر في ترابط المؤمنين وتكافلهم يقول على امتداد شهر رمضان من الشفق إلى الغسق يتوجب على المؤمن الامتناع عن تناول أي مأكل أو مشرب يمكن اعتبار إماتة الجسد القاسية هذه فعل رحمة واسترحام نوعا من التكفير عن الأخطاء وبالتالي فعلا تشفعيا يتقرب به الصائم من ربه ولكنه يرمي أيضا إلى توطيد الضبط الاجتماعي وجعل المؤمنين يشعرون بتماسكهم وتكافلهم أحد المستشرقين وهو آي أم ليويس وهذا يطلق عليه لقب عميد الاستشراق في إفريقيا هو أحد الخبراء بإفريقيا وله مبحث تكلم فيه عن انتشار الإسلام في الشعوب الإفريقية منشور في كتاب تراث الإسلام الذي هو بإشراف شاخت وبوزرس يقول آي أم ليويس لقد أدى اعتناق الإسلام بالإضافة إلى تأثيره على عادات اللباس والنواحي الأخرى للثقافة المادية وبصورة خاصة على الهندسة المعمارية إلى إعطاء طابع إسلامي قوي للطقوس الحياتية الأساسية التي يتميز بها مجرى حياة الفردي من المهدي إلى اللحد ذلك لأن هذه الطقوس متشابهة إلى درجة كبيرة لدى الجماعات المسلمة الكائنة في جنوب الصحراء الكبرى بالرغم من التنوعات المحلية التي تعكس عناصر سابقة للإسلام وبالطريقة نفسها نجد أن التقويم الإسلامي بطقوسه الشعبية وخصوصا في رمضان شهر الصيام يعطي طابعا متجانسا لتنظيم الحياة في جماعات كانت بينها في الماضي فروق كبيرة إذن فهذه الشعيرة شعيرة الصوم هي شعيرة قربت بين أناس يمكن أن يفترقوا ويختلفوا لأن بينهم تنوعات كبيرة جاءوا من يعني بينهم ثقافات مختلفة لديهم مواريث مختلفة ولكن هذا الصيام بالإضافة إلى غيره من العادات هو ما يوحد بين المسلمين ولذلك تجد المسلمين على امتداد العالم الإسلامي من الشرق إلى الغرب يتجانسون بمثل هذه الشعير نختم هذا الكلام مع مستشرق فرنسي ولكنه أسلم وهو الرسام الفرنسي أتييه ديني وقد أسلم وتسمى بناصر الدين وهو أعجب وألف فيما بعد كتابا مشهورا صغيرا اسمه أشعة خاصة بنور الإسلام ولكنه كتب أيضا بالاشتراك مع صديق جزائري له كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد رسول الله فأيضا سنجد أن هذا الرجل يتحدث عن أثر الأثر الصوم حين فرض على مجتمع المدينة وكيف كان هذا الصيام من الأمور التي جانست بين المسلمين وقربت بين الفقير والغني وبين ضعيف الشخصية وبين الحازم ونحو ذلك في فقرة جميلة يقول فيها كانت نتيجة هذه الفريضة الخير الكثير ذلك أن الإنسان وهو مجبول على الأنانية يبحث عن كل ما يلذ له ماديا ويتجنب كل ما من شأنه أن يكون من حظ الفقراء الضعفاء وليس هناك من علاج لهذه الأنانية سوى الشعور القوي ببؤس الآخرين من جوع وضمأ والمؤمنون وقد تخففوا من ثقل الطعام يجتمعون أثناء النهار فيتزودون بالغذاء الروحي الذي تحمله إليهم صلواتهم وإن شوقهم إليه يعني إلى الغذاء الروحي لأشد من شوقهم إلى الغذاء المادي ومع ذلك فإن الإنسان في جو المدينة الملتهب يشعر شعورا قاسيا بألم الضمأ أثناء الصيف أثناء أيام الصيف التي لا تكاد تنتهي وإن بعض المؤمنين وقد جفت حناجرهم ضمأ لا يلهثون ويوشكون أن يقطعوا صومهم عند منظر الماء البلوري الصافي يسيل من السواق ينساب في صوت خافت مغرن ولكنهم ينظرون إلى إخوانهم ذوي العزيمة القوية فتعود إليهم شجاعتهم ويواصلون صومهم وتتقوى بهذه الرياضة الروحية أواصر الأخوة بينهم وينتصر المؤمنون متعاونين على هذا العدو الشرس عن الجوع والضمأ فيصبحون أكثر استعدادا وأوثق تعاونا لمجابهة أشد أعدائهم مراسا من بني البشر إذن رأى الرجل في هذا الشهر وسيلة لضبط الفرد لنفسه ووسيلة لهذا الانضباط الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى وهو الوسيلة المؤدية لانتصار هذه الأمة كان هذا تطوافا سريعا في معاني رمضان كما التقضاها المستشرقون وهي المعاني التي ربما خفيت على كثير مننا نسأل الله تبارك وتعالى أن نعيد علينا وعليكم هذا الشهر الكريم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة